هل صحيح أن الزوج بعد سن الأربعين تزداد حاجته للحنان والعطف فيفكروا بالزواج أو الطلاق لا شوفوا إحنا يعني خلينا نفهمها صحيح حنا لن نناقش المسألة زوج وزوجها خلينا نشوفها الإنسان بشكل عام الإنسان في العشرينات من العمر عنده الطموح عالي عنده أهداف عالية عنده تأسيس المستقبل في العشرينات الثلاثينات يبدي بالأربعينيات الشوية يكون على الأقل كوّن من الثروة عنده نوعا ما استقرار مادي عنده نوعا ما استقرار أسري فعمر الأربعين يعني عمر النضج الحكمة التعقل العقل الاستقرار وبالتالي في هذه الحالة لما الإنسان على قولته يصير فاضي يصير آضي يعني بدام صار فاضي أو خمسين بالمئة فاضي هنا يبدي يلتفت لإحتياجاته يعني أعطيكم مثال يعني نعطيكم مثال في الطفل مثلا لما الطفل يكون في حالة جوع جوع وبعدين يتعرض لأي موقف فيه خوف ينسى الجوع يصير همة كيف يدافع عن نفسه بهذا الخوف فلما يزول هذا الخوف هنا يبدأ يشعر بالجوع شايفين؟ سواء صغير ولا كبير فاحتياجات الإنسان أحيانا الإنسان عنده احتياجات بس تكون مدفونة شا اللي يدفنها؟ اللي يدفنها مثلا كثرة انشغالاته أو عنده ظروف معينة قاسية قاعد يمر فيها أو فهو عنده احتياجات يعني العاطفة الحب الحنان هذه قضية أساسية يحتاجها الصغير والكبير بس أحيانا الرجل أو المرأة مع الانشغال في الحياة يصير ما يعطون أولوية للعاطفة والحب فإذا وصل أربعين، خمسة واربعين، خمسين هنا يصار عنده نعم الاستقرار تخرج هذه الحاجات مرة ثانية مو معناه أنه ما كان عنده حب وعاطفة في السابق الأومي موجودة بس كثرة الانشغالات هي اللي دفنت هذه الحاجة فإذا هل صحيح أن الزوج بعد سن الأربعين تزداد حاجة؟ لا هو ما تزداد هي موجودة بس كانت مدفونة فخرجت بس لا أكثر ولا أقل فيفكر بالزواج أو الطلاق عاد التفكير بالزواج أو الطلاق هي موضوع ثاني النقشة بس أنا بس حبيت أعلق على قضية الاحتياج سؤال الثاني هل المرأة بعد سن الأربعين كذلك يكون عندها الرغبة للبحث عن زوج آخر؟ أكرر نفس الجواب القضية ليست امرأة أو رجل القضية احتياج يعني إذا الرجل يشعر عاش عشرين سنة في الزواج ما هم ارتاح بس قاعد يمشي الحياة العيال موجودين وقاعد يمشي الأمور بعد عشرين سنة كبرة والعيال شاف أن الزوجة هذه ما قاعد تلبي احتياجاته يفكر هنا أما يفكر بالطلاق أو يفكر يتزوج ثانية المرأة نفس الشي القضية ما لا علاقة برجل امرأة انتبهوا الإنسان ركزوا على الإنسان لا تركزون على الرجل ومرأة المرأة مثلا خلنا افترض هذا الافتراض عشرين سنة متزوجة وهال عشرين سنة كل يوم تحاول تغير هالزوج وعندها احتياجات وما قاعد يلبيها بس هي صابرة علشان أولادها طيب انتهت العشرين سنة أكبروا العيال هني تبدي المرأة تفكر برجل آخر الجواب نعم تفكر ليش تفكر؟ لأنه هذا احتياج وهذا الآدمي ما قاعد يشبع هذا الاحتياج فهني المرأة تفكر بالانفصال تقول خليني أنا أنفصل على قل يمكن الله يرزقني زوج يلبي لي احتياجاتي سواء العاطفية أو السريرية أو غيرها مرة ثانية نفس هذا الكلام الذي ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل لا أكثر ولا أقل سؤال الثالث أنا عمي طلق زوجته وهو بعمر الخمسين واستغربنا ويقول بسبب الروتين والملل ومشكلة السرير هو مرة ثانية أحياناً أحياناً يأتي للزواج تأتي للزواج عاصفة يلا تسونامي يهزة وهذا ثر طبيعي يعني أغلب المتزوجين وخاصة المتزوجين الجدد يعتقدون أن طول حياتهم في الزواج رح تستمر مثل ما هم في أيامهم الأولى لا الزواج أحياناً يمر عليه مثل ما يمر علينا في المناخ رطوبة حر برد مطر ثلج عواصف رياح جو مشمس أزهار وورود وربيع نفس الشيء الزواج الزواج يوم تشوفون في تسونامي موجود عاصفة دمر الزواج يوم تشوفون جو مشمس وحلو وبار شيء طبيعي هذا في الزواج ولذلك احنا لازم ما نتأزم يعني شون لما ينزل المطر نحط الشمسية لما يصير برد نلبس جاكيت ليصارت العاصفة احتمينا بمكان لما تنتهي العاصفة لازم نتعامل في الزواج نفس الشيء عندنا القدرة على التكيف مع العواصف عواصف الزواج مع تسونامي قبل الزواج مع أمطار الزواج مع رياح الزواج نتكيف مثل ما قعنا نتكيف مع الجو والمناخ هي نفس الشيء وبالتالي لما يقول عمي يطلق زوجته عمره خمسين واستغربنا يقول بسبب الروتين والملل ومشكلة السرير طبعا هنا يكون نقطتين الروتين والملل هذه دائرة ملف ومشكلة السرير هذا ملف ثاني الروتين والملل طبعا أنا ما أعرف شنو ظروف عمك لطلق زوجته لكن الملل فيه لحلول وعلاج وكذلك السرير إذا فيه مشكلة جنسية مثلا في السرير كذلك لها حلول وعلاج بس أنا ما أعرف طبعا عمك شنو سوى هل عالج ولا ما عالج ولا أعرف مرت عمك كانت تستجيب لنصايحه وتوجيهاته أو للعلاج أو ما كانت تستجيب أنا ما أعرف ولذلك لكن أنا أقول لكم هل الروتين والملل ومشاكل السرير قد يؤدي إلى الانفصال هذا سؤال الجواب نعم إذا الطرف الثاني رفض التغيير ورفض أن يتجاوب أي طبعا أكيد وخاصة القضية العاطفية والسريرية تعتبر قضية ملحة سواء على مستوى الرجال أو على مستوى النساء وهو احتياج سبحان الله شوفوا الزواج كل فترة في الزواج وكل مرحلة عمرية لها يعني ما يستمتع به الإنسان يعني في بدايات الزواج يستمتع الإنسان بالنظر بالكلام باللمس بالصحبة والمرافقة بعدين يصير الاستمتاع واللذة في الزواج ملف آخر وعنوان آخر اللي هو تحمد المسئولية تأسيس الأسرة بناء المستقبل بعدين تدخل لذة ثالثة في الزواج في مرحلة ثالثة تربية الأولاد تعليم العيال اللعب مع العيال بعدين تدخل لذة رابعة في الزواج اللذة الرابعة غالباً تكون قرب الأربعين سن الأربعين هذه اللذة الرابعة هنا يرجع كل الطرفين لقضية العاطفة والعلاقة السريرية يعني مثل ما بدت بدايات الزواج في الأربعينيات تشتد شوي وتصير الرغبة أقوى وبالتالي ليش أنا أقول لك أن في كل مرحلة من مراحل الزواج في لذة حتى إذا كبروا وتزوجوا عيالهم وصار عندهم أحفاد تصير هنا لذة الأحفاد فالزواج في كل مرحلة عمرية لما يستلذ فيه الإنسان في هذا الزواج وهذه ربما المعلومة اللي قاعد أقولها لكم الآن ربما كثير من الناس ما هو مدركها لأنه مشايفها ولا مستوعبها بس يمكن يعيشها بين فترة والثانية ويشعر أنه في تغييرات عنده بس ما يدري أن هذه هي سمة الحياة السؤال الرابع أنا زوجي عمره 51 ودائما يهدد بالطلاق وصرت لا أشعر بالأمان فهل أخالعه وأطلب الطلاق فأتغدى فيه قبل أن يتعش فيه لا لا طبعا لا هو شوفه هو كون يهدد بالطلاق معناته هو إنسان عصبي والإنسان العصبي لازم نعرف شون نتعامل معه فإحنا نشوف المثيرات اللي قاعد تخليه عصب نبتعد عنها حتى ما يعصب وإذا ما عصب ما هدد بالطلاق بس أنت يعني حليها من أساسها أما أننا نثيرها ونخليه عصب ويهدد بالطلاق وبعدين أنت ما تشعرين بالأمان بعدين تفكرين تعال خلا طلق أنا قبله علشان هو لا أنت ليش تدخلين نفسيش بهالدوامة كلها ليش وبعدين ترى يعني الطلاق ترى لها يعني له معاناة انتبهوا يعني يعني أنا طلقت طبعا أسر كثيرة طلقت ومزوجت أسر كثيرة بس أنا أقول لكم في كثير من الحالات اللي أنا أطلقها أحيانا برغبة الطرفين والطرفين يكونون سعداء انتبهوا لي أنا طلقت حالات برغبة الطرفين وإرادة الطرفين وبطلب الطرفين وهم سعداء لكن إيوني بعد يوم أو يومين يشعرون بالحزن وأحيانا نصيبهم اكتئاب أنا أتكلم عن الرجال والنساء ليش؟ لأن الفقد عزيز حتى لو كان بقناعتنا وقرارنا الفقد عزيز فأنتوا لا تستهينون بالطلاق يعني الطلاق ترى ما هو شي يعني واحد يستهين فيه حتى قضية الوحدة الواحد يفكر بالوحدة يعني يمكن في البداية يقول لي ما يهمني خلاص أطلب الطلاق بس بعدين لما الإنسان يعيش وحيد يعني هم هذه النقطة لازم الواحد يفكر فيها صحني أنا ما أوقف عندها لكن أفكر فيها مثل قضية الحزن بعد الطلاق أنا ما هذه ما توقفني وإذا أنا مقرر الطلاق أطلق خلاص لكن لازم أفكر فيها ففي أمور لازم أنا أفكر فيها قبل أن أتخذ قرار الطلاق السؤال الخامس هل سن الخمسين نفس سن الأربعين كذلك ملاحظ هو يقول لأني أنا ألاحظ فيه طلاق هو السؤال مو هذا هو السؤال ليش سن الأربعين والخمسين يفكر الإنسان في الطلاق ليش يعني إنسان عاش زوجة أو زوجة خمسة عشر سنة عشرين سنة متزوجين طب ليش يفكرون بالطلاق في عدة أسباب أنا جمعتها لكم طبعا يعني قبل أطلع معكم في هذا اللايف جمعتها لكم واحدة منها مثلا التغيير قد يكون سبب أكو ناس تبتغير تعرفون أكو ناس دايما يبغيرون أثاث تبتغير ملابس تبتغير سيارة تبتغير مجوهرات أكو ناس يحبون يغيرون 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 عندهم هذا الحب من ضمن التغيير تغيير الزواج هاي سبب من الأسباب فممكن يكون صابر عشر سنين خمسة عشر سنة بس يبي يغير بس خلاص معنا الزواج ما هو مشكلة عنده ولا عنده معاناة بس يبي يغير وأنا مرت علي حالات من هالنوع قد يكون السبب في بعض الأشخاص يبي يتحرر من الالتزامات يشعر عليها ضغط ضغط العيال وضغط الزوجة وضغط الأهل وأهل الزوجة وضغط الديون وضغط المالي يقول لك خليني أطلع من هالزواج فالضغوط تتخذ قرار الزوار بينكم صار صعب كل واحد فيكم يتكلم على موجة الريال يتكلم موجة A-M وانت يتكلمين موجة F-M تحسون منتو قادرين تتفاهمون على بعض تحسون كل ما دلتو كلمة وراها هوشة ولا صيحة ولا صراخ ولا كل واحد منكم زعلان اللي رايح غرفته واللي طالع بره البيت الحوار هو السر السعادة والاستقرار لما يكون الحوار ما هو ناجح وما نحن عارفين نتحاور مع بعض العلاقة تنتهي للتفكك أو الانفصال تعالوا عندنا فيه دكتور خطوبة نساعدكم من خلال خدمة الاستشارات أو من خلال الدورات التدريبية أو من خلال الكتب اللي موجودة في الموقع حتى نطور الحوار ويكون علاقتنا علاقة سعيدة ومستقرة ترجمة نانسي قنقر